مجلس النواب يبدأ اولى جلسات منح الثقة لحكومة بحاح ومحامي سبأفون يتحفظ على تدخل الحوثيين في شؤون القضاء نشرة الاخبار من قناة سخيل الفضائية حياكم الله بدأ مجلس النواب اليوم اولى جلسات منح الثقة للحكومة وقدمت حكومة بحاح المكونة من سبعة وثلاثين وزيرا برنامج هلعان للبرلمان والذي بمجيبه ستمنح الثقة واعطى رئيس المجلس يحيى الراعي الاعضاء ثلاثة ايام لمراجعة البرنامج والبدء بمناقشة كافة بنوده مع الوزراء الاحدى القادم وتضمن الهدف العام لبرنامج الحكومة تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وفي مقدمتها تعزيز الامن والاستقرار والسعادة الاسلحة المنهوبة وتغفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نبو مستدام كما تضمن البرنامج اهدافا اخرى تتعلق بتطبيق بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية من خلال تخفيف معاناة المواطنين واعانة الفئات الفقيرة وتحسين الاداء الاقتصادي والمالي والنقدي والالتزام بتنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني ذات الاولوية المرتبطة بالمرحلة الراهنة وتكريس اجواء الامن والاستقرار والدفع بعجلة الاقتصاد اضافة الى تعزيز النزاهة وحشد الدعم لتوفير التمويل اللازم لتنفيذها اعضاء مجلس النواب في مداخلاتهم اعتبروا البرنامج الحكومة طبوحا جدا ويصعب تحقيقه في ظل الاوضاء الحالية خاصة وان حكومة انها حكومة انتقالية ومع ذلك فقد اكد عدد من الاعضاء انهم سيصوتون لصالح البرنامج وعيطاء الحكومة الثقة استجابة لظروف المرحلة الحالية وفي سؤال لقناة سهيل عن مدى تحقيق برنامج الحكومة في ظل غياب الامن والاستقرار وانتشار الميليشيات المسلحة دعا رئيس الوزراء كافة القوى الالتزام ببنود السلم والشراكة مؤكدا بان حكومته ستكون صادقة امام الشعب في الاعلان عن الجهات التي لم تلتزم بالاتفاق وصلت لجنة الوفاق البرلمانية برئاسة رئيس اللجنة علي عبد الرب القاضي امس الى مارب والتقت بقيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة اللجنة الامنية وممثلي الاطراف والمكونات السياسية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية في المحافظة ويهدف اللقاء الى بلورة الرؤى والتصورات التي تصب في تحقيق التوافق والمصالحة بين مختلف الاطراف والمكونات في المحافظة وبما يكفل تجنب التوتر وترسيخ دعائم الامن والاستقرار وخلال لقاء اللجنة بقيادة السلطة المحلية بالمحافظة تحدثت اللجنة عن اهدافها وطبيعة مهامها التي ستقوم بها بغية التنسيق مع كافة المكونات السياسية والقبلية في محافظة مارب للتوقيع على اتفاق يقضي بان تتحمل الدولة ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية مسؤولياتها الدستورية والقانونية في استثباب الامن في المحافظة والحفاظ على السكينة العامة وحماية المصالح والمرافق الحكومية وتأمين المواطنين احتفظ محام شركة الهاتف النقال سبأفون صلاح الشيباني بحق استئناف قرار محكمة الاموال العامة القاضي بقبول تدخل الهيئة القانونية للثورة الشعبية التابعة لجماعة الحوثي بصفة مراقب في النظر بالقضية المرفوعة من قبل النيابة ضد الشركة بتهمة التهرب الضريبي وعد المحام قرار المحكمة بمثابة استلاب لاختصاص النيابة وتفويض لهيئة غير قانونية وفيما يتعلق بالقضية المرفوعة اكد محام الشركة عدم جواز النظر بالقضية امام القضاء الداخلي وذلك بعد ان ارتضت الحكومة اليمنية مسبقا التحكيم الدولي والذي لجأت اليه الشركة بناء على نصي قانون الاستثمار الذي اعطاها الحق باللجوء الى التحكيم الدولي في حال نشوء اي نزاع مع الحكومة اليمنية يتعلق بتنفيذ قرار الاستثمار هذا وقد اقر رئيس الجلسة القاضي رضوان نمر مواصلة النظري في القضية في جلسة اخرى في الثاني والعشرين من الشهر الجاري اصيب جنديان من افراد شرطة الدوريات وامن الطرقات بجروح مختلفة في هجوم تعرضوا له مساء امس في جولة العدين وسط مدينة اب وذكر مصدر امني ان مسلحين على متن دراجة نارية اطلق الرصاص على جنود دورية امنية في جولة العدين ولذو بالفرار الى جهة غير معلومة بعد اصابة اثنين من جنود الدورية هما ابراهيم الشقاقي ومحمد سفيان واوضح ان الهجوم وقع اثناء قيام الجنديين بواجبهم الامني مع زملائهما في تفتيش السيارات بحثا عن السلاحة مبينا ان اجهزة الامن باشرة التحقيق في ملابسات الحادثة لمعرفة المنفذين من اجل تقديمهم للعدلة نفذ المئات من الناشطين والشباب مدينة القاعدة مسيرة ووقفة احتجاجية امام عدد من المباني والمحلات التجارية التي جرى تهديمها واصابتها باضار مختلفة نتيجة الهجوم عليها من مسلحي الحوثي وندد المشاركون بعمليات القتل وتفجير المباني وتهجير السكان من مدينة القاعدة التي تعرض لها الورزيق من ابناء شبوة كما دال اختطاف ستة من ابنائهم في العملية التي نفذها الحوثيون وطلب المحتجون باطلاق المختطفين من ابناء شبوة وتعويضهم عما لحق بمنازلهم ومحلاتهم من اضرار داعين السلطة المحلية والاجهزة الامنية في المدينة للقيام بواجبها بحماية جميع السكان وفقا للقانون ودستور تحولت قرية خبزة بقيفة رداع في محافظة البيضاء الى منطقة تسكنها الاشباح جراء الخراب والدمار الذي تعرضت له بعد سيطرة الحوثيين عليها حيث سويت كثير من المنازل بالارض الزميل علي الطهيف زار القرية وعد تقرير التالي كان يا مكان في قديم الزمان بيت في هذا المكان بدت قرية خبزة في قيفة رداع مدينة اشباح فهنا بيوت سويت بالارض واخرى تضررت جدرانها واقلها تضررا تكسرت نوافذها على جدار المسجد كتبت عبارة انصار الله قادمون لكن المسجد كان اول المتضررين ممن قدموا في قرية خبزة سكون لا يكسره سوى اصوات الرياح المتسللة من النوافذ او قرب اقدام بهائم ومواشي وقد تلاطمت سيقانها من خلو امعائها من الطعام فمن كان يعتني بها قد قادر المكان احد المنادل الذي دمرها ميليشيات الحوثي تدمير كامل يعني من تفجرات يعني تدمير كامل من تفجرات لا هو قاعدة ولا هو حوثي ولا يدخل في السياسة انسان رعاوي مسكين من يعني مزارع عادي نفذ موظف مكتب الاوقاف والارشاد محافظة ابيان وقفة احتجاجية صباح اليوم للتنديد بالاعتداء السافر الذي تعرض له مدير المكتب من قبل مجموعة مسلحة وكان فهمي بابرادع مدير مكتب الاوقاف والارشاد بابين نجع من محاولة اغتيال اثناء وجوده في مكتبه حيث اطلأ اطلق عليه الرصاص من قبل مسلحين دهموا المكتب وقال بابرادع انه فوجئ بمسلحين يقتحمون المكتب ليفقون الرصاص عليه مما اثار الرعب لدى موظفي المكتب غير ان الموظفين تمكنوا من ضبط قائد المجموعة وتسليمه للاجهزة الامنية التي افرجت عنه وطالب المحتجون الاجهزة الامنية بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد قائد المجموعة الذي قام باطلاق النار عليه واقتحام المكتب بطريقة غير قانونية بدأت بقاعة اكاديمية الموهوبين بسيئون دورة الذاكرة الخارقة التي ينظمها برنامج الرياضيات باكاديمية الموهوبين بسيئون وبتمول من مؤسسة العون للتنمية وبمشاركة خمسة وعشرين مشاركا من مختلف مديريات وادي حضرموت والصحراء الدورة تخلى لها كثير من البرامد والتطبيقات العملية في مهارات الذاكرة والسرجاع والسذكار المعلومات والارقام والاسماء والصور وغيرها ختام النشر تذكير بأهم ما ورد فيها من أنباء مجلس النواب يبدأ أولى جلسات من حسقة لحكومة بحاح ومحام سبأفون يتحفظ على تدخل الحوثيين في شؤون القضاء للمزيد مشاهدين بإمكانكم متابعتنا على موقع القناة سهيل دوت نت أو التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر نلقاكم بألف خير السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر